نكمل نهاردة القانون الثالث لنيوتن ونبدأ ونشوف مع بعض القانون الثالث لنيوتن بيقولنا ايه قانون الثالث لنيوتن بيقولنا الكل فعل رد فعل مساون له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ده نص القانون طيب نجي نفصل القانون بتاعنا اننا لو جيت بايدي العادي خالص كده وبضغط على نضد او تربيزة dictام مني كده او من ضده لو انا بضغط بايدي كده بقوة على التربيزة فبلاقي بحس ان الترابيزة نفسها بترد بقوة مقاومة لقوة الضغط بتاعتي عليها طيب لو زودت القوة اكتر هلاقي قوة الرد الفعل بتاعت الترابيزة برضو بتزيد او بحس انها بتزيد بدرجة انها بتأثر على ايدي وممكن ايدي تقلمني من شدة الضغط عليها ورد فعل الترابيزة عليها طيب مثال تاني لو جينا نبص كده للعربية اللي احنا بنشوفها كلنا في الشارع اللي بيجرها الحصان بتاعي ابو الصلاة الحصان عمال يجر العربية بقوة لو انا هسميها مثلا قوة الاولى او قوة F1 والعربية بتحاول انها تقاوم حركة الحصان بقوة F2 لكن ان انا بلاحظ ان ما فيش اتزان يعني ما فيش اتزان يعني لا العربية وقفت ولا الحصان وقف مع ان انا بقول ان القوة اللي بيجر بها العربية للحصان بتساوي القوة لرد فعل العربية نفسيها بتسوي قوة رد فعل العربية نفسيها على الحصان طب ليه ما فيش اتزان والكل بيسأل ليه مع ان القوتين يعتبروا بيساوي بعض وعكس بعض في الاتجاه المفروض ان يحصل اتزان العربية توقف ما تتحركش لا انا بقول ان هنا ما فيش اتزان لان القوة الاولى اللي هي قوة جر الحصان للعربية دي بتأثر على العربية لقد قوة رد فعل العربية او مقاومة الحركة بتاعت العربية نتيجة حركة الحصان او قوة الحصان بتأثر على الحصان نفسه يبقى هنا القوتين بيساوي بعض اه في اتجاه مضاد اه لكن كل قوة من الاثنين بتأثر على جسمه مختلف عن التاني فلو جينا كده نشوف مع بعض نص القانون بقول له كل فعل رد فعل مساون له في المقدار ومضاد له في الاتجاه التفسير بتاعنا اللي احنا لسه قيلينه ان انا لو عندي منضضة وبضغط على المنضضة بتاعتي بايدي فانا بشعر بقوة الضغط على المنضضة وتأثير القوة او قوة رد الفعل بتاعت المنضضة على ايدي طب كل ما بزود القوة كل ما بحس ان رد الفعل بيزيد وبشعر برد الفعل في الاتجاه المضاد لضغط ايدي هنا برضو التفسير التاني الحصان اللي بيجري له عربية وبلاحظ ان الحصان بيجزب العربية بقوة F1 في الوقت اللي القاوم فيه العربية الحصان بقوة ولتكون F2 والقوتين هنا متسويتين ومتضضتين في الاتجاه ولكن السؤال دايما اللي الكل بسأله ليه ما بحصلش او لازم لماذا لا يحدث التزان لماذا لا يحدث التزان اي لا تثبت العربية او الحصان يوقف لا هنا احنا بنقولي الاجابة بتاعتنا بسيطة خالص ان هاتين القواتين قوة الفعل اللي انا بأثر بيها بايدي او اللي الحصان بيجري بيها العربية ورد الفعل اللي هو مقاومة الترابيزة لضغط ايدي عليها او مقاومة العربية لقوة جر الحصان لها لا يؤثران على جسم واحد بل الا كل منهما تؤثر على جسم مختلف فالقوة F1 تؤثر على العربية القوة F2 تؤثر على الحصان زي ما قلنا يبقى الجسم اللي على المستوى طيب عن الافق اللي انا بأثر عليه بضغطي بقوة الضغط او رد الفعل ده قوة الجسم نفسه او القوة نفسها بتأثر على الجسم لكن قوة رد فعل بتأثر على ايدي نفسها اللي انا بضغط بيها يبقى هنا القوتين بيأثروا كل قوة على جسم مختلف عن التاني طيب ما نيجي نشوف بقى تطبيقات قانون نيوتن الثالث ودي اللي تهمنا في قوانين نيوتن التطبيقات اللي احنا هناخدها عليها اول تطبيق بقول لي لو انا عندي مصعد او الاسنسير اللي احنا نعرفه الاسنسير او المصعد دوت متسبت فيه جسم او موضوع عليه جسم لو الجسم موضوع داخل مصعد يتحرك رأسيا طيب في هذه الحالة يكون الجسم مرتبط بحركة المصعد يعني جسم مرتبط بحركة المصعد يعني المصعد هيصعد لفوق الجسم بيصعد معاه المصعد هيهبط لتحت الجسم بيهبط معاه لان الجسم موضوع على ارضية الاسنسير او في الاسنسير او في المصعد بتاعي يبقى هينزل حسب حركة المسعد بتاعي يتحرك بسرعة منتظمة فالجسم بداخله يتحرك بسرعة منتظمة أيضا ويحدث نفس الشيء لو كان الجسم يتحرك بعجلة منتظمة يعني المسعد ده لو تحرك بسرعة منتظمة أو عجلة منتظمة فالجسم نتيجة لتأثير القصور الذاتي زي ما خدنا قبل كده هيتحرك بنفس السرعة المنتظمة أو العجلة المنتظمة بتاعة المسعد ده اول تطبيق هناخده طب نبص كده للرسم بتاعنا لو احنا جينا نشوف التطبيق بتاعنا لو انا افترضت ان ده ارضية المصعد بتاعي وده الجسم بتاعي اللي موضوع عليها هو هنا قوة وزن الجسم دايما لأسفل قوة وزن الجسم هنا عبارة عن ايه عبارة عن كتلة الجسم في عجلة الجاذبية الارضية يبال ام في جي وان رد الفعل العمودي اللي هي القوة رد الفعل المقاومة لقوة ضغط الجسم على ارضية المصعد طب المصعد برضو ارضية المصعد بترد بقوة اسمها رد الفعل العمودي اللي هو إن بتقاوم ضغط الجسم عليها عشان كده انا بقول ان الجسم هنا يعني شبه انها حالة اتزان او ثابت على ارضية المصعد ما بتحركش للفوق ولا تحت هو الجسم ثابت ليه؟ لأن القواتين هنا بيساوق بعض وعكس بعض فمثبتين للإيه الجسم او عاملين لاتزان على الجسم هنا إذا كان الجسم موضوعا على أرضية المصعد تؤثر على الجسم قوتين فقط هما وزنه لأسفل ورد الفعل رد فعل الجسم على أرضية المصعد اللي هو إن ويؤثر رأسيا إلى أعلى يبقى دايما الوزن الأسفل يبقى رد الفعل العمودي اللي بقاوم لقوة الوزن دايما لفين؟ لأعلى لتنين أكس بعض نشوف التطبيق الثاني التطبيق الثاني برضو الجسم بتاعي موجود جوه المصعد بس مش في أرضية مش على أرضية المصعد لأ دا متعلق بحبل في سقف المصعد يبقى الجسم هنا موضوعا هو معلقينه بحبل في سقف المصعد طب الحبل دوت هيحصل له طبعا الجسم تأثير وزنه دايما لأسفل زي ما قلنا عبارة عن الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية الوزن بتاعي كتلة الجسم هيديها لي هيقول لي خمسة كيلو عشرة كيلو عشرين كيلو حسب الجسم بتاعي الموضوع بضربه في عجلة الجاذبية الأرضية بجيب الوزن MFG ده عبارة عن وزن الجسم أو قوة وزن الجسم اللي بتأثر دايما لأسفل طب هنا الجسم متعلق في سقف المصعد بحبل ماسكو فبتأثر الحبل ده بقوة شد الجسم بشد الحبل ده هو بقوة اسمها T اللي هي مقاومة لقوة الوزن يبقى ده رد الفعل العمودي اللي هو الشد اللي في الحبل وقوة الوزن لأسفل تؤثر على جسم قوتين هما وزن الجسم اللي هو بيسوي MFG ويؤثر رأسيا إلى أسفل والشد في الخيط أو الحبل بتاع اللي أنا رابط به الجسم ويؤثر رأسيا إلى أعلى يبقى دايما في قوتين متساويتين وعكس بعض بيأثروا لي طب لو جينا نشوف فيها إزاي أحول الكلام ده لمعادلات بحيث أن أنا أقدر أستخدمها في حل المسائل وأطبق الكلام ده فعلا على المسائل بتاعتي معادلات حركة الجسم عند حركة المصعد طبعا هنا العلامة دي معناها أن المصعد إيماله أولاد برافو عليك يعني المصعد صعد لأعلى يبقى حركة المصعد دايما لأعلى السهم بتاعي طالعا لأعلى طيب وزن الجسم هيأثر لفين لأسفل يبقى هنا الجسم موضوع على أرضية المصعد الوزن الأسفل يبقى رد الفعل العمودي لفين لأعلى اللي هو في اتجاه حركة المصعد لو قلت أن المصعد ساكن أو متحرك بسرعة منتظمة ده شرط الحل بتاعي أول حاجة لازم أعرفها كده في حالة السكون أو في حالة السرعة المنتظمة أو في حالة العجلة المنتظمة يبقى الـ N بتسوي الـ Mg ما أقدرش أقول الـ N بتسوي Mg اللي إذا كان الجسم ساكن أو متحرك بسرعة منتظمة أو عجلة منتظمة طيب هنا معادلات حركة الجسم عند حركة المصعد بدخل القانون التاني لنيوتل لو تفتكروا معدل التغير في كمية الحركة اللي هو الـ M في الـ A بتسوي الـ F القوة مجموعة القوة المؤثرة على الجسم كلها بتسوي معدل التغير في كمية الحركة اللي هو الـ M في الإي اللي إحنا سبتناها من قانون نيوتل الثاني لو نفتكره يبقى هنا المصعد يصعد بعجلة منتظمة صعد بعجلة منتظمة يبقى هنا بستخدم الـ M في الإي اللي هو قانون نيوتل الثاني بربطه بالقانون التالет طيب هنا اتجاه الحركة الفوق وعجلة الجسم برضه الفوق لأن المصعد ساعد لأعلى يبقى هنا رد الفئة للعمود الفوق ووزن الجسم دايما لأسفر فالمعادلة بتاعتي هنا بتقولي طالما انا كتبت هنا ايه يعني عجل التحرك بالجسم يبقى بقوله والله الان ان رد الفعل العمود اللي هو في اتجاه الحركة الاعلى هو بالموجب نقص الام جي عشان في عكس اتجاه الحركة الاسفل بالسالب هتساوي الام في الايه معدل تغير في الحركة ايه لو جيت اخلي الان الوحدها في طرف يبقى الان بتساوي الام في الايه اللي هو معدل التغير في الحركة للجسم زائد عشان هنقل دي في الطرف التاني بإشارة مخالفة دي بالنقص هتتنقل بالموجب يبقى زائد الام في الجي اللي هو زائد وزن الجسم يبقى هنا لو العجلة منتظمة يبقى بدخل قانون نيوتن التاني معايا وبقول ان محصلة القوة المؤثرة على الجسم بتساوي معدل التغير في الحركة للجسم يبقى الان نقص الام جي من الرسمة هي بتاعي ودايما أقرأ المسألة كويس وأرسمها كويس الأول صح لان رسمت صح هحل معادلات صح وهكتب المعادلة صح وحل وعوض فيها وتطلع النتيجة سليمة رسمت حاجة غلط او اتجاه غلط هتطلع المسألة على طول أوتوماتيك غلط يبقى انا الاول بركز في مسألتي ان انا اراها كويس وافهمها وابدأ ارسمها مضبوط هنا دايما اتجاه الحركة ومديني حركة المصعد صعد لأعلىه بعجلة منتظمة يا صعد بعجلة منتظمة خلاص يبقى اتجاه الحركة بتاعة المصعد لفوق وزنه دايما لتحت وزن الجسم ويرد الفعل العمودي بتاع المصعد على الجسم اتجاه الفوقه اللي هو الان يبقى ان ناقص الام جي وبدأت بالان اللي ان هي في اتجاه العجلة او في اتجاه الحركة بتاعة المصعد يعني خدتها بالموجب واللي عكس الاتجاه خدتها بالسالب يبقى ان ناقص ام جي بتسوي ام في ايه قلنا عشان اخلي الان الوحدة في طرف بقى نقل دي في الطرف التاني يبقى الان بتسوي الام في الام في ال ايه زائد الام في ال جي دي معادلة تانية طيب معادلات حركة المصعد عند حركة المصعد لو المصعد يهبط بعجلة منتظمة طبعا يهبط بعجلة منتظمة باتجاه حركة المصعد لفين لأسفل يبقى الان هنا هتبقى بالاشارة ايه سالب والام جي اشارة ايه موجب ليه موجب لأنها في اتجاه حركة الجسم لأسفل أو في اتجاه العجلة اللي بتحرك بها الجسم الأسفل طب هنا لو أنا عطت الجسم بتاعي على أرضية المصعد بتاعه يبقى الام جي ناقص الان اه الام جي ناقص الان بتسوي معدل التغير في كمية الحركة اللي هو الام في الاي طبعا الام اللي هي كتلة الجسم والاي عجلة التحرك بتاعتي الام كتلة الجسم والجي عجلة الجاذبية الأرضية الان اللي هو رد الفعل العمودي طب لو انا عايز اخلي ال N في طرف لوحدها هتبقى ال N في الطرف لوحدها بس هنا اشارتي سالب ضربت في سالب للطرفين عشان اخلي ال N دي بالموجب يبقى هنا N بالموجب ودي هتتنقل في الطرف الثاني هي بالموجب هتبقى بالسالب وضربتها في سالب حولتها الموجب يبقى M G ناقص M A مع انها بالموجب هنا لان اضربت المعادلة كلها في سالب عشان اخلي ال N A بالموجب يعني أنا لو جيت هكتب المعدة دي الأول هكتبها كده سالب n تساوي mA ناقص mG طب هضرب في سالب للطرفين يبقى السالب n هتبقى موجب n mG بالسالب هتبقى بالموجب وبجيبها في الأول mA بالموجب هتبقى بالسالب أطرحها من mG يبقى هنا رد الفعل العمودي بساوي mG الوزد ناقص mA ده المسعد لو هو هابط طب نرجع كده لو المسعد كان ساعد ال n بتساوي ايه؟ mA زائد mG يعني هنا بجمع الاثنين رد الفعل العمودي بساوي مجموع الاثنين لكن والجسم يصعد هابط لأسفل عبارة عن ان انا بطرح معدل التغير في كمية الحركة من وزن الجسم ده الفرق بين الاثنين عشان كده بقول ننكز في المسألة ونشوف المصعد هيقول بيصعد لأعلى او بيهبط لأسفل طب هنا حاجة اسمها الوزن الظاهري للجسم يعني الوزن الظاهري للجسم لو انا جبت ميزان زنبوركي زي ما انت شايف كده متعلق في سقف ومعلق في جسم تأثير وزن الجسم التحت اللي هو الام جي وهنا رد الفعل او التي بتاعتي اللي هي الشد في الحبل او في الخيط اللي ماسك الميزان بالجسم ده التي اللي هو رد الفعل العمودي اللي بيساوي الام جي هنا اذا وضع جسم على قاعدة ميزان ضغط مسبت على ارضية المصعد او علق بخطاف في ميزان شد طبعا ميزان الضغط العادي اللي احنا بنشوفه في الصيدليات او الميزان الصغير اللي احنا ممكن ساعات نجيبه في البيت او الميزان العادي بتاع الكتل الحديد اللي احنا بنوزن به ده ميزان لكن هنا بحط الجسم جوه الميزان لكن هنا انا معلق جاي بميزان شد دهو ومعلق فيه الميزان الجسم بتاعي معلقه بحبل فيه يبقى ده نوع وده نوع هنا علق بخطاف ميزان شد يتدل من سقف المصعد وتحرك المصعد بعجلة منتظمة المصعد بتحرك بعجلة ايه منتظمة طبعا صعد او هابط مايهمنيش هنا لكن اللي يهمني هنا دلوقتي ان انا طلع المعادلة الوزن الاسفل رد الفعل اللي هو الشد في الحبل الاعلى يبقى الاثنين عكس بعض سواء المصعد صعد او المصعد هابط نفس المعادلة دي هتبقى موجودة قدامي بس اللي يفرق معايا لو بقولي هابط بعجلة منتظمة بقى بدخل الام في الايه او صعد بعجلة منتظمة بدخل الام في الايه او بسرعة منتظمة بقى دي بتسوي دي هنا في قراءة الميزان قراءة الميزان دي لما انا معلق فيها الوزن بتسوي ايه? بتسوي ضغط الجسم على الميزان نفسه يعني ضغط الجسم ده هو لو انا تخيلت ان الميزان ده ميزان عادي بقى وحطيت عليه الجسم القراءة اللي هيديه للمؤشر هنا هو هو ده مقدار الضغط بتاع الجسم اللي هو انا حطيته على ميزان بيضغط عليه ودي بقول عليها الوزن الظاهري للجسم اه اي ان الوزن الظاهري للجسم بسوي قراءة الميزان معنا صح هيسوي ايه التي او الان لو ربزها ان يسوي رد الفعل العمودي هو ده اللي بيديني الوزن الظاهري للجسم نشوف بعد كده لو انا عندي بكرات او بكرة الضغط على البكرات الملساء وبقول ملساء لان انا بهمل معامل الاحتكاك بفترض ان البكرة دي نعمة مش بتعمل احتكاك مفيش احتكاك بينها وبين الحبل اللي مشدود عليها او القطن اللي مشدود عليها وبشوف القوتين او القوتين لو هي بتأثر على بكرة بالمنظر لكده القوتين زي ما انت شايفهم كده بيوازوا بعض وفي اتجاه واحد يبقى هنا الضغط اللي على البكرة او قوة الضغط اللي على البكرة بتساوي مجموعة القوتين او اتنين في التي لو القوتين بيساوي بعض يبقى بضرب اتنين في التي في اي قيمة من الاتنين يبقى هنا البي او قوة الضغط بتساوي مجموعة القوتين لو القوة هنا عاملة زاوية عمودية التي هنا مع التي هنا الشد اللي في الحبل هنا والشد اللي في الحبل هنا بينهم زاوية قايمة لو انا كملت الشكل كده هطلع لي زاوية قايمة على الحبل زي ما انت شايف كده فبقول والله ان قوة الضغط دي بتساوي ايه بتساوي الجزر اتنين في احدى القوتين طبعا مع مراعاة ان القوتين بيساوي بعض يبقى لازم هنا اتي هنا بتساوي اتي هنا والتي هنا بتساوي اتي هنا يبقى البي بتساوي الجزر التربيع للاتنين في اتي طب لو القوتين برضو بيساوي بعض وبيأثروا على بكرة ملساء وبينهم زاوية بسميها ألفا يبقى إزاي يجيب الضغط على البكرة للقوتين اللي هو البي قوة الضغط أو بتساوي الاثنين تي في كوزين ألفا على اثنين اللي بينهم طبعا هنا البي والبي والبي دي عبارة عن محصلة القوتين سواء في الشكل واحد أو اثنين أو ثلاث يبقى أنا بجيب محصلة القوتين بحولها المحصلة واحدة أو قوة واحدة عشان أقدر أحسبها يبقى هنا قوتين بحسبهم باتنين تي لو هم متوازين هم زي ما أنت شايف تاني لو هم متعمدين يبقى جزر اثنين في إحدى القوتين لو هم بينهم زاوية يبقى اثنين تي في كوزين الزاوية على اثنين وهنشوف الكلام ده بمسائل وازاي نطبقه في المسائل ناخد مسألة بسيطة كده ونشوف نحاول نفهم منها القوانين اللي احنا اخدناها وازاي بطبقها مثال بقول لي وقف رجل كتلته سبعين كيلو جرام رجل كتلته سبعين كيلو جرام ده الكتلة اللي هي الام يبقى لازم أضربها في الجي اللي هي تسعة وتمانية من عشر عشان أحولها للوزن طيب في مصعد أوجد بوحدة السق لكيلو جرام زي ما اتفقنا الاف ما بتتحط جنب الكيلو جرام يبقى دي سق لكيلو جرام يعني دي قوة ايه وزن او قوة ضغط او اي قوة يعني ده تمييز قوة لكن كيلو جرام بس تمييز كتلة يبقى هنا الوزن سق لكيلو جرام مقدار ضغطه أوجد بوحدة سق لكيلو جرام مقدار ضغطه على أرضية المصعد في الحالات الآتين الله مديني ثلاث حالات وعايز يحسب قوة ضغط الجسم على أرضية المصعد قدية أولا المصعد ساكن أو متحرك بسرعة منتظمة تاني حاجة المصعد يصعد بعجلة منتظمة قدرها واحد واربعة من عشرة متر على الثانية تربية يبقى عايز يحسب لي قوة الضغط بتاعت الرجل اللي على أرضية المصعد لو المصعد ساكن أو بسرعة منتظمة تاني حاجة المصعد يصعد بعجلة منتظمة قدرها واحد واربعة من عشرة متر على الثانية تربية أو المصعد يهبط بعجلة منتظمة قدرها واحد واربعة من عشرة متر على الثانية تربية طبعا كلنا هنتلخبط لا مش هنتلخبط ولا حاجة تيجي نحل المسألة قدي الجسم بتاعي أرسمه الأول كده وبقول لي أرضية المسمك أرضية المسمك هو الجسم موضوع عليها وزن الجسم دايما لأسفل ون رد الفعل العمودي بتاع الاعلى طبعا هنا المصعد كده هو بيتحرك ساكن او متحرك بسرعة منتظمة يبقى الن بتسوي الام في الج فمنش حاجة اكتر من كده يبقى هنا الطرف الاعلى بيسوي الطرف الاسفل يعني القوة اللي بتجه الاعلى بتسوي القوة المتجه الاسفل او قوة رد الفعل العمودي بتسوي قوة وزن الجسم يبقى الن بتسوي الام في الج زي ما اتفقنا ان الان هتساوي الام المدين الكتلة بتاعت الجسم 70 وعجلة الجاذبية الأرضية أنا عارفها بتسعة وتمانية من عشرة هيبقى سبعين في تسعة وتمانية من عشرة هتطلع بالنيوتن هنا القوة هتطلع بالنيوتن لو أنا ضربت السبعين في تسعة وتمانية من عشرة هتطلع الناتج بتاعها بالنيوتن يبقى القوة بالنيوتن طب هو عايزها بالسقل كيلو جرام لازم أحول من نيوتن لسقل كيلو جرام بأسم على تسعة وتمانية من عشرة تاني يبقى هتطلع سبعين في تسعة وثمانية من عشرة على تسعة وثمانية من عشرة هتسوي سبعين سوكل كيلو جرام يبقى إذن الرد الفعل العمودي أو الضغط العمودي على أرضية المصعد لو الجسم ساكن أو متحرك بسرعة منتظمة بتسوي سبعين سوكل كيلو جرام وده أول مطلوب هو طلبه في المسألة المصعد يصعد بعجلة منتظمة قدرها واحد واربعة من عشرة متر على الثانية تربية طبعا المصعد بيصعد لفوق يبقى في عجلة بتحرك بها الجسم الفوق رد الفعل العمودي لأعلى هنا وزن الجسم الأسفل يبقى رد الفعل العمودي ووزن الجسم عكس بعض واتجاه الحركة الأعلى اتجاه الحركة الأعلى يعني إيه؟ يعني بقوله أن الان بالموجب نقص الام جي بالسالب بتساوي الام في الا طب الان الوحدة عشان هو عايزها هنقل دي في الطرف الثاني بإشارة موجب يبقى الان بتساوي الام في الا زائد الام جي يعني بتساوي معدل التغير في كمية الحركة زائد الام في الجي هنا ما أجي أعوض الان بتساوي الام في الا طبعا اللي هي بتساوي كتلة الجسم السبعين في الا اللي هو عجلة الجاذبية العجل المتزم اللي هو مدهالي اهيب واحد واربعة من عشرة وعندي الوزن بتاع اللي هو الام في الجي الام اللي هي السبعين فعجلة الجاذبية تسعة وتمانية من عشرة يبقى الكلام ده صفيه بالقالة الحسبة بتاعته اضرب دول اتنين في دول في بعض واضرب الاتنين دول في بعض والناتج اجمعه هيطلع لي ان الان بتساوي سبعين في مية وحتمان احداشر واثنين من عشرة نيوتين انا خدت هنا السبعين مشترك وجمعت الاتنين زائد بعض دول تسعة وتمانية من عشرة واحد واربعة من عشرة احداشر واثنين من عشرة في سبعين طب ليه مستر انت ما ضربتاش وخلصتها اقولك لان انا برجع سمها تاني على تسعة وتمانية من عشرة عشان تطلع لي القوة بالسوق لكيلو جرام او قوة الضغط بتاعتي بالسوق لكيلو جرام يبقى هنا سبعين في احداشر واثنين من عشرة المجموعة لتنين دول في بعض بتساوي تطلع القيمة دي بالنيوتن هيطلع للنتج هنا ثمانين سوق لكيلو جرام يبقى قوة ضغط الجسم على ارضية المصعد لما كان المصعد صاعد بعجلة منتظمة قدرها واحد واربعة من عشرة متر على سنة تربيع بتساوي ثمانين سوق لكيلو جرام عفوا لو جينا نشوف المصعد وهو هابط بعجلة منتظمة لأسفل شوف اتجاه بتاعها لأسفل اوه يبقى هنا الايه بتاعتي او العجلة اللي اتحرك بقى الجسم اتجاهها لأسفل يبقى الام جي هي اللي اشارتي موجب ناقص الان ام جي ناقص الان بتساوي الام في الايه طبعا عايز الان لوحدها في طرف يبقى هاكتب الان بتساوي الام جي ناقص الام في الايه طبعا يا مستر ده الام ايه موجب انت عملتها سالب قلتلك انت ما تنساش ان انا عايش انا حول من سالب ان لان بالموجب بضرب في سالب للطرفين يبقى بغير اشارة الام جي وبغير اشارة الام ايه دي بالسالب هتبقى بالموجب ودي بالموجب هتبقى بالسالب يبقى الان بتساوي الام جي ناقص الام في ال اي وببدأ اعوض عن الكتلة بالسبعين اللي هم الدهالي ويجي تسعة وتمانية من عشرة ناقص السبعين في الواحد واربعة من عشرة طبعا ممكن برضو اخد السبعين مشترك واطرح تسعة وتمانية من عشرة ناقص واحد واربعة من عشرة وهتطلع لي سبعين في تمانية واربعة من عشرة بالنيوتين طب انا عايز احولها بالسكل كيلو جرام بأس من ناتج بتاعي دوة على تسعة وثمانية من عشرة بقى سبعين فيه تمانية واربعة من عشرة على تسعة وثمانية من عشرة يطلع لي ستين سكل كيلو جرام وتطلعت قوة ضغط الجسم بستين سكل كيلو جرام طبعا هنا لو انت لاحظت الجسم هو هابط قوة الضغط طلع كام ستين طب الجسم هو صاعد قوة الضغط طلع كام تمانين قال لا يبقى قوة الضغط وهو صعد دايما اعلى من قوة الضغط وهو ايه وهو هابط عشان ممكن تجيلك فصح وغلط طيب مثال اتنين بقول لي علق جسم في ميزان شد يتدلى من صخف مصعد فكانت قراءة الميزان سبعة ونص سكل كيلو جرام قراءة الميزان دي عبارة عن ايه الوزن الظاهري للجسم يعني ايه هو الوزن الظاهري للجسم يعني رد الفعل العمودي اللي هو التي اول ان حسب ما احنا نديله اي الرمز اللي يجبه عندما كان المصعد صاعدا بعجلة منتظمة قدرها ايه متر عالثانية تربيع العجلة مجهولة من ديلي رمزه يبقى عايزنا هيحسب قيمة العجلة وكانت قراءة الميزان ستة سكل كيلو جرام ده مرة قراءة الميزان سبعة ونص ومرة قراءة الميزان ستة سكل كيلو جرام عندما كان المصعد هابطا ادي كانت سبعة ونص خلي بالك كده حتى قراءة الميزان اعلى وهو المصعد صاعد سبعة ونص عندما كان المصعد صاعدا بعجلة منتظمة وقراءة الميزان كانت كام ستة سكل كيلو جرام عندما كان المصعد هابطا بعجلة منتظمة مقدرها اتنين ايه في المتر عالثانية تربيع اوجد كتلة الجسم عايز الام للجسم كام وكذلك مقدار العجلة بتاعة الجسم اللي هتحرك بها الجسم نشوف الحل بتاعنا ادي الميزان بتاعي الاول او سقف المصعد ومعلق الجسم بتاعي بحبل فيه هعتبر ان ده الميزان او ده الحبل بتاعه او الشدات بتاعي وهنا قوة رد الفعل العمودة رمزت الله بالرمز تي وطبعا الحركة بتاعتي هاخد الاول اذا كان المصعد صاعدا بعجلة منتظمة ايه متر عالثانية تربيع طيب اتجاه الحركة لفوق يبقى التيموجب ناقص الام جي بتساوي الام في الايه التغير في كمية الحركة بساوي رد الفعل العمودي ناقص وزن الجسم طب هو بقول لي لما كان المصعد صاعد كان الوزن الظاهري او قراءة الميزان كانت سبعة ونص اتفقنا ان سبعة ونص دي هي عبارة عن رد الفعل العمودي اه سبعة ونص طيب عايز احولها من سوق لكيلو جرام للنيوتن يبقى فيه تسعة وتمانية من عشر عشان تتحول كده هتطلع بالايه بالنيوتن ناقص الام في جي الام مجهولة هو عايزها والجي تسعة وتمانية من عشرة بتساوي الام في الايه والام مجهولة والايه مجهولة من هنا لو انا عايز اصف المعادلة بتاعتي ده هاخد الام في الايه في طرف لوحدها ام في الايه بتساوي سبعة ونص في تسعة وتمانية من عشرة ناقص الام في التسعة وتمانية من عشرة وبقول دي المعادلة رقم واحد طب انا قلت المعادلة رقم واحد وما خلصتاش ليه لانها عندي مجهولين ام مجهولة والايه مجهولة ام والايه مجهولة مش هقدر اطلع قيمة واحدة من اتنين من المعادلة واحدة لازم عندي معادلة تانية عشان اقدر اطلع قيمة احد من اتنين يبقى هجيب في حالة هبوط إذا كان المسعد هابط لأسفل طبعا تجاهل الحركة الأسفل ركز مع بعض يبقى الام جي هي اللي موجب ناقص التي بتسوي الام في الاي طيب الام جي اللي هي عبارة عن الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية ناقص التي كان الوزن الظاهري للميزان أو قراءة الميزان وهو هابط كانت ستة سوك لكيلو جرام بضربها في تسعة وتمانية من عشر عشان تتحول للنيوتن يبقى الام في التسعة وتمانية من عشرة ناقص الستة في التسعة وتمانية من عشرة بتسوي الام في اتنين ايه الامسترد ده هنا ايه وهو بقول له هو هابط كانت العجلة مقدرها اتنين ايه يبقى الام دي شلتها وحطت قيمتها اللي هي اتنين ايه طيب هنا الام في اتنين ايه بتسوي الام في تسعة وتمانية من عشرة ناقص الستة في التسعة وتمانية من عشرة وبقول المعدلة رقم اتنين لو انت هتلاحظ في المعادلة الرقم 2 عندك برضو المجهولين هم هم الام والاي هم اللي مجهولين في المعادلة والمعادلة الاورى برضو كانت الام والاي طب انا هقسم المعادلة الاولى على المعادلة التانية يبقى باسمة المعادلة الاولى على المعادلة التانية ليه يا مستر اسمت المعادلة الاولى على المعادلة التانية عشان اتخلص من الام والاي واقدر اجيب قيمة واحدة منهم هنا المعادلة الاولى الام في الاي بتساوي 7.5 في 9.8 من 10 ناقص الام في تسعة وتمانية دي كانت المعادلة الاولى حطيتها في البسطة طب المعادلة التانية اللي كانت الام في اتنين ايه بتساوي الام في تسعة وتمانية من عشرة ناقص الستة في تسعة وتمانية من عشرة ودي المعادلة التانية اسمتهم على بعض كده لو تلاحظ كده الام هتطير مع الام هنختصرهم مع بعض والاي هتروح مع الاي هتبقى لي فوق واحد وتحت اتنين يبقى نص هنا لو انا خدت تسعة وتمانية من عشر عامل مشترك هيتبقى لي سبعة ونص ناقص الام تسعة وتمانية من عشر مشترك هيتبقى لي سبعة ونص ناقص الام المعادلة اللي تحت او المقام بتاعي لقيت برضو خدت تسعة وتمانية من عشر مشترك هيتبقى لي الام ناقص الست يعني المعادلة بتاعتي صفيت عليه بعد ما أسمت المعادلة واحد على اثنين صفيت على واحد على اثنين تساوي 7.5 نقص ال M على ال M نقص ال 6 لان التسعة وتمانية من عشرة هتروح مع التسعة وتمانية من عشرة بتصيرهم مع بعض ادرب طرفين في وسطين يبقى اتنين في سبعة ونص بخمستاشر نقص اتنين في ال M بنقص اتنين M بتساوي واحد في ال M بM واحد في سالب 6 بسالب 6 ودي تبقى المعادلة اللي انا هطلع منها بقيمة ال M طب هنا ال M بالسالب انقلها في الطرف التاني بالموجب يبقى 3 2 1 3 M هنا السالب 6 هتتنقل في الطرف التاني بالموجب يبقى بتساوي 21 يبقى هنا 3 M بتساوي كام 21 يبقى ال M طلعت بتساوي 7 كيلو جرام يبقى انا قدرت اجيب ال M طب اما جبت ال M هعوض في اي معادلة من ال 2 سواء المعادلة 1 او المعادلة 2 بقيمة ال M طب المعادلة واحد كانت بتقول لي ان ال M في ال A بتساوي 7 ونص في 9 و 8 من 10 نقص ال M في 9 و 8 من 10 انا جبت يا مستر قيمة ال M ب 7 يبقى 7 في ال A بتساوي 7 ونص في 9 و 8 من 10 نقص 7 اللي هي قيمة ال M في 9 و 8 من 10 اصبح اللي مجول عندي ايه ال A فقط يبقى من هنا ال A 7 في ال A هتساوي لو خدت عامل مشترك 9 و 8 من 10 سبعة ونص السبعة اللي هو 9 و 8 من 10 في 5 من 10 يبقى 7 في ال A بتساوي 9 و 8 من 10 في 5 من 10 يبقى ال A الوحدة هتساوي ايه الطرف الايمن على الطرف الايسر او الفاضي على المليان اللي مع ال A يبقى ال A بتساوي 9 و 8 من 10 في 5 من 10 على السبعة هتطلع ال A بتساوي ما خلص دي بالألة الحسبة بتاعتي اضرب دول في بعض والناتج اقسمه على السبعة يطلع ال A بتساوي 7 من 10 متر على الثانية تربية وهنا انا اقدرت احسب له الكتلة وقدرت احسب له العجلة بمقارنة حالة الصعود وحالة الهبوط للمصعد وعملت معادلتين اختصرت المعادلتين مع بعض طلعوا لي الناتج اللي هو ال M وقدرت اتعوض في احدى المعادلتين واجيب قيمة الايه ده هنا ان انا استغلت المعادلة في حالة المصعد وهو صاعد لاعلى والمعادلة في حالة المصعد وهو هابط لأسفل طب هنا مثال تالت بيقول لي جسم كتلته 10 كيلو جرام موضوع على نضض افقي املس مربوط بخيط يمر على بكر لو انت تلاحظ انا عمل انوعلك في المسائل عشان اجيب لك كل افكار المسائل بتاعت نيوتن اللي احنا قلناها كلها يبقى جسم كتلته 10 كيلو جرام موضوع على نضض افقي املس نضض افقي املس يعني مفيش احتكاك يبقى باهم القوة الاحتكاك هنا مربوط بخيط يمر على بكرة ملساء برضو مفيش احتكاك بين البكرة والخيط مسبتة في حافة النضض والطرف الاخر للخيط يتدلى منه رأسيا كافة ميزان كتلتها 1.5 كيلو جرام يعني كافة الميزان لوحدها الكتلة بتاعتها بس 1.5 كيلو جرام وموضوع عليها كتلة وعليها كتلة مقدارها 1 كيلو جرام احسب الشد في الخيط بالنيوتن رقم 2 الضغط على البكرة رقم 3 الضغط الواقع على كافة الميزان نجي نرسم المسألة بتاعتنا ادي المستوى الافق بتاعي او النضض بتاعي وادي الجسم اللي انا وضع عليه اللي هو كتلة وعشرة كيلو جرام مشدود بخيط على بكرة في نهاية النضض ادي البكرة بتاعتها في نهاية النضض والخيط ده مربوط في الطرف التاني له كافة ميزان كتلة واحد ونص كيلو وموضوع وزن كمان معاها او كيلو معاها كمان مقداره 1 كيلو جرام وهنا طبعا لو انا جيت احسب ردود الافعال بتاعتي دايما الوزن بتاعي هو بقى الفين لاسفل وزن الكافة بالكتلة اللي فيها الاسفل اللي هو الام جي ورد الفعل العمود اللي هو قبرة عن الشد في الخيط اللي هو التي بيساوي برضو الشد في الخيط او مضاد له في الاتجاه اللي بيشد بيه الجسم على البكرة بقى عندي شدين شد هنا وشد هنا ولكن الاتنين بيسووا ايه بيسووا بعض الشد اللي هنا بيسووا الشد اللي هنا بتاعي طيب نشوف معدلات الحركة بتاعتي اول حاجة في معدلات الحركة بقوله والله ان الت بتساوي الام في الاي خلي بالك لو انا خدت الحركة الافقية بس كده حركة الافقية بتاعتها الت ده هي بتساوي الام في الاي يعني الام في الاي يعني كتلة الجسم في عجلة الحركة اللي يتحرك بها الجسم على المستوى الافقي ده هو نتيجة القوة الشد اللي في الحبل عليه وبتصحبه على اتجاه البكر يبقى هنا التي بتساوي الام في الايه اده اول معادلة هنا هسمي دي ام واحد وهسمي دي ام اتنين عشان افرق بالاتنين يبقى الام واحد دي اللي هي كتلة الجسم اللي موضوعها المستوى الافقي اللي هو مقداره عشرة كيلو جرام يبقى التي ده هي بتساوي عشرة ايه وده هسميها المعادلة رقم واحد طب ليه مصدر ما خلصتهاش هقولك لان فيه مجهولين عندي اللي هو التي والايه يبقى لازم اجيب معادلة تانية وابدأ وقارن بالاتنين بحيث ان انا اختصر مع بعض الاتنين واقدر اطلع بمنتج واحد او بمطلوب واحد من الاتنين يبقى المعدلة الافقية اللي هي بتقولي ان رد الفعل العمودي بيساوي معدل التغير في كمية الحركة اللي هو المواحد في الايه اده المعدلة الاول اللي هي التي بتساوي عشرة في الايه طب المعدلة التانية يجيبها منين بص هنا كده 표ج Elena logo MIG الاسفل هاها زي المصعد بالضبط والتجاه الحركة الاسفل والT الفوق هنا اتجاه الحركة الاسفل وبعة الAMG ناقص الT بتسوي الAM فالأ بس الAM الهين مش الAM1 الAM2 اللي هنا حلا طيب الAM2 دي عبارة عن ايه عبارة عن وزن الكفة زائد وزن الجسم اللي محدود فيها او كتلة الجسم اللي محدود فيها يعني ال1 ونص زائد الواحد يبقى الـ M2 في G ناقص الـ T بتساوي الـ M2 في الـ A هنا الـ M2 عبارة عن وزن الكفة وكتلة الوزن اللي محطوطها معها اللي هي 1.5 و 2.5 بضربها في 9.8 من 10 عشان تتحول للنيوتن وتبقى وزن Mg ناقص الـ T قوة الشد العمودية أو قوة رد الفعل العمودي بتساوي 2.5 في الـ A ودي المعادلة رقم 2 طب المعادلة رقم 2 اصفيها كده دي T بتساوي 10 ايه المعادلة 1 اخلي برضو 2T بتساوي T هتساوي دي طبعا بالطرف السالب هنقلها بالطرف الموجة في الطرف الثاني ودي هنقلها بالطرف السالب في الطرف الثاني مضرب دول في بعض كده 2.5 في 9.8 من 10 هتساوي 24.5 ناقص 2.5 A بتساوي الـ A ودي المعادلة 1 ودي المعادلة 2 لو انت لاحظت كده في المعادلة 1 والمعادلة 2 الطرف الايصر اللي هو T وهنا الطرف الايصر ده بيساوي ده يبقى اكيد الطرف الايمن العشرة ايه بتساوي الطرف الايمن اللي هو 24.5 ناقص 2.5 A يبقى هنا من المعادلتين ينتج ان الطرف الايصر يساوي الطرف الايصر اذا الطرف الايمن يساوي الطرف الايمن يعني الكلام ده يعني العشرة A بتساوي 24.5 ناقص 2.5 A هخلي الايه كلها في طرف يبقى عنقل ده في الطرف التاني بالموجب يبقى عشرة A زاعد 2.5 A بتساوي 24.5 اجمع الاتنين دول مع بعض مهم زي بعض 10 و 2.5 بقى 12.5 A بتساوي 24.5 يبقى الايه بتطلع بتساوي 24.5 على 12.5 اما سمها بالقالة الحسبة بتاعتي هتطلع 1.96 من 100 متر على الثانية تربية وكده انا قدرت اجيب العجلة او العجلة اللي هتحرك بيها الجسم سواء على المستوى الافقي او في حالة الهبوط لاسفل لو هو نازل مع كفة الميزان طيب هو طالب ايه تاني في المسألة قوة رد الفعل العمود اللي هي ما انا جبت الايه يا مستر اللي هي 1.96 من 100 لو انا ضربتها في العشرة لان المعادلة الاولى بتقول لي ان تي بتساوي 10 ايه يبقى انا عوض بقيمة الايه في المعادلة الاولى يبقى لي ان تي بتساوي العشرة في ال 1.96 من 100 هتساوي 19.6 من 10 نيوتن ودي قيمة قيمة الشد او قيمة قوة الشد اللي بتأثر في الخيط اللي بيشدلي الجسم لفين لأسفل عايز ايجاد قيمة الضغط على البكرة احنا فاكرين في القانون بتاعنا ما قلنا البكرة على المستوى الافقي خيركز كده معايا ارجع لك بالمسألة تانية اهي هنا القوتين هم البكرة القوة تي هنا و تي هنا عاملين زاوية قيمة يعني متعمدتين يبقى هنا مقدار الضغط على البكرة هيساوي ايه ها اللي فاكر معايا هيساوي ايه لما قلنا القوتين المتعمدتين هيساوي ايه جزر التربيع الاثنين في قيمة الشد يبقى هنا الضغط او محصلة القوة اللي بتأثر على البكرة بتاعتي بتساوي جزر اثنين في قيمة التيل اللي هي تسعة تسعتاشر وستة من عشر اللي احنا اسا حسبنا اللي هي تقريبا هتطلع سبعة وعشرين واثنين وسبعين من مية نيوتين يبقى انا قدرت هنا اجيب له العجلة اللي بتحرك بها الجسم سواء على المستوى الافقي بتاعي او لو الجسم هابط لأسفل البكرة بتشده لأسفل وجبت قوة الشد سواء في الخيط بتاعي اللي هو الافقي او الخيط الرأسي اللي متعلق فيه كافة الميزان بالسقل الموضوع فيها وقدرت اجيب له كمان قوة الضغط على البكرة لان الخيط عامل زاوية قيمة على البكرة فقولت له هنا المحصلة بتاعة القوة اللي بتأثر على البكرة بتساوي الجزر التربيع الاثنين في التي زي ما احنا واخدين نشوف حاجة تانية ونشوف مسألة تانية هنا بقول لي ايه بقول لي الايجاد الايجاد قيمة الضغط الواقع على كافة الميزان دي مسألة تانية هاي كافة الميزان لو انا عايز اجيب قيمة الضغط الواقع عليه كافة الميزان نفسها انا جبت الضغط على البكرة وجبت قوة الشد في الخيط في التي واتتي وجبت قوة الضغط اللي بتأثر على البكرة وجبت قيمة العجل اللي بتحرك بيها الجسم على المستوى طب هو عايزي تاني عايز قيمة الضغط على كافة الميزان طب قيمة الضغط على كافة الميزان لو انا جيت ارسم كده مسألتي اعتبرت ان وزن الجسم بتاعه الجسم طبعا كفة الميزانها هتتحرك لأسفل انها بتشد الجسم لأسفل يبقى اتجاه الحركة بتاع الأسفل يبقى الام جي ناقص الان اللي هو عايزها خلي بالك اهيه ام جي ناقص الان لو رد الفعل العمودي بتساوي الام في الايه يا مستر طب انا دلوقتي الام جي انا هو انا عارف الام جي وعارف الان لا مانيش عارف الان عارف الام في الايه لا مانيش عارف الام في الايه طب ما تيجي نشوف كده ازاي نقدر نجيب قيمة الضغط على الكفة لو انا هحسب قيمة الضغط على الكفة خلي بالك هستبعد وزن الكفة من المسألة يبقى انا بدرس الضغط على الكفة نتيجة للوزن الجسم الموضوع على الكفة زي ما كنت بقولك كده اما بضغط بايدي على الترابيزة او على المندضة بتاعتي فان المندضة بتاعتي بترد برد فعل عمودي يساوي القوة بتاعت اللي أنا بضغط بيها اللي هو رد الفعل العمودي هنا برضو الكفة بتاعت الميزان موضوع عليها جسمه وزنه كام واحد كيلو جرام يبقى الكفة هترد برد فعل عمودي يوازي قوة الضغط بتاعت الواحد كيلو جرام على الكفة يبقى هنا إما أجيب الضغط هستبعد وزن الكفة من المسألة عشان ما تلخبطش وحسبها لتنين ونص زي ما حسبناها في المسألة لا يبقى الام جي نقص الان بتساوي الام في الا عبقى أنا عايز الان الوحدة هتساوي الام جي نقص الام في الا طبعا وفمناها احنا بنجيبها الام جي نقص الام في الا ليه لأن أنا بضرب في سالب للطرفين عشان دي طلعها بالسالب هتبقى بالموجب والام جي بالسالب لما نقلها في الطرف الثاني هضربها في سالب تبقى بالموجب والام اي موجب هضربها في سالب تبقى بالسالب يبقى الان بتساوي الام في الجي نقص الام اي يبقى خدها قاعدة دايما الجسم متجه لأسفل أو حركة المصعد لأسفل يبقى رد الفعل العمودي بيساوي محصلة وزن الجسم ناقص معدل التغير في حركة الجسم محصلة وزن الجسم ناقص معدل التغير في حركة الجسم لكن لو الجسم صعد لأعلى بتساوي مجموعة اثنين لو الجسم صعد لأعلى بتساوي مجموعة اثنين عشان كده بقولك وهو صعد لأعلى رد الفعل العمودي بيبقى ايه اكبر من رد الفعل العمود في حالة الهبوط طيب يبقى الان بتساوي الام مشترك من الاتنين اهي لانها كتلة اللي بتأثر في كافة الميزان اللي احنا قلنا عليها اللي هي وزنها واحد كيلو جرام منساش فيه جي ناقص الايه طبعا انا الان ما نيش عارفها وبحسبها الام موجودة عندي الكتلة اللي هي في كافة الميزان اللي هي واحد كيلو جرام والجي اللي هي عجلة الجاذبية الارضية تسعة وتمانية من عشرة والايه اللي هي العجلة اللي هيتحرك بها الجسم اللي انا حسبها في المسألة اللي هي واحد وستة وتسعين من مية لما اضرب كده اطرح دول من بعض هيطلع لي سبعة واربعة وتمانين من مية في الواحد هيطلع لي سبعة واربعة وتمانين من مية نيوتن يبقى انا قدرت اجيب قيمة الضغط اللي حادث او اللي هيأثر على كافة الميزان طيب نشوف مسألة تانية تطبيق تاني لمسألة تانية وشكل تاني من المسائل على قانون نيوتن التالت جسمه كتلته 350 جرام موضوع على مستوى مائل أملس هنا المستوى بتاعه مائل خلي بالك والجسم بالجرام يميل على الأفخ بزاوية 30 درجة المستوى مائل بزاوية 30 درجة على الأفخ يبقى أنا أحل الوزن بتاعي زي ما اتفقنا قبل كده المستوى ما يميل يبقى بحل المركبة الوزن عشان الوزن لازم يبقى عمودة على المستوى دايما الوزن الأسفل كده مش عمودة على المستوى لا احلله عشان يبقى عمودي ومركبة عمودية على المستوى ومركبة موازية للمستوى في اتجاه الحرك بزاوية 30 درجة ويتصل بخط خفيف يمر على بكرة ملساء مسبتة في أعلى المستوى ده برضو عندي بكرة وملساء والمستوى أملس يبقى أنا باهمل قوة الاحتكاك اللي بين الجسم والمستوى وباهمل قوة الاحتكاك اللي بين البكرة وبين الخيط مربوط في طرفه الآخر كتلة مقدرها 140 جرام قال لك في طرف الخيط مربوط في الجسم والطرف الثاني بيمر على بكرة في نهاية المستوى ومتعلق فيها كتلة مقدرها 140 جرام معلقة رأسيا فإذا بدأت المجموعة خلي بالك الحركة من السكون المجموعة بدأت الحركة منين؟ من السكون زي ما كنت فاكر كده بقولك المصعد بيتحرك إما من السكون أو بسرعة منتظمة أو بعجلة منتظمة وخدنا إزاي طلع المعادلات في الثلاث حالات عندما كانت الكتلتان في مستوى أفقي واحد أوجد عجلة حركة المجموعة عايز المجموعة تتحرك هتبقى العجلة بتاعتها مقدرها دي الشد في الخيط الضغط الواقع على محور البكرة بالنيوتن الضغط الواقع على محور البكرة بالنيوتن نجي نرسم المسألة بتاعتك كده بقول والله ده المستوى الأفقي بتاعي وده المستوى المايل بزاوية تلاتين درجة على المستوى الأفقي اللي هم الدهولي وموضوع جسم عليه وهنا البكرة في نهاية المستوى ومربوط عليها حبل بيشدلي الجسم ومتعلق في الطرف التاني وزن 140 جرام لو أنا بصيت كده للشكل ده كده وقفلته كمسلس كده هلاقي إن الزاوية دي تلاتين هم الدهالي والزاوية دي تسعين هتبقى الزاوية دي كام ستين يبقى الزاوية بين الخيط اللي مشدود هنا على البكرة بين القوتين الشد هنا وهنا زاوية كام ستين يبقى معضلات الحركة بتاعتي لما أنا بحلل الوزن بتاعي م جي بتحلل لام جي صين 30 في اتجاه المستوى وام جي كوزين 30 عمودية على المستوى بس أنا مش عايزها أنا أشغال على المستوى الأفقي بتاع الموازن دي بتساوي قوة الشد بتاعة الخيط اللي هنا قوة الشد بتساوي وزن الجسم اللي متعلق بالطرف التام معضلات الحركة بتاعتنا بسرعة كده بقول إن الام جي صين 30 بتساوي ناقص التي بتساوي الام في الايه طبعا معدل التغير بساوي مركبة الوزن ناقص التي طيب الام جي 350 في 980 ألا يا مستوى تضربت في 980 ليه مش هي 9 و 8 من 10 أقول لك لا مش دي بالجرام يبقى دي هاضرب في 980 يبقى دي هتطلع بالضين مش بالنيوتن يبقى 980 في صين 30 بنص ناقص التي بتساوي الكتلة 350 في الايه بتاعتي أصف المعادلة بتاعتي دي هتطلع 171500 171500 ناقص التي بتساوي 350 ايه دي المعادلة الأولى اللي هي منها التي بتساوي 171500 ناقص 350 ايه طب المعادلة التانية اللي هي تشتغل معايا هنا الجسم صعد لأعلى هو الجسم بنزلك لأسفل يبقى التي موجب ناقص الام جي بس بحط هنا الام داش بدلا ما كنت بكتب ام اتنين كتبتها ام داش بتساوي ام داش في الايه يبقى التي ناقص المية واربعين في 980 بتساوي 140 في الايه ودي المعادلة التانية هنوصل منها ان التي بتساوي 137200 زائد 140 ايه طبعا من المعادلتين لو انا لحظ التي في المعادلة الاولى بتساوي التي في المعادلة التانية يبقى باخد الطرف الاي من الهم 171500 ناقص 350 ايه بتساوي 137200 زائد 140 ايه بساوي الطرفين ببعض واقدر استنتج منها قيمة الايه اللي هتطلع ب70 سنتيمتر على السانية تربية عوض في احدى المعادلتين واحد او اتنين واجيب قيمة التي بتاعتي اللي هي تطلع ب147000 داين لو انا عايز احولها بالنيوتن هقسم على 10 قس 5 قوة الضغط العمودية على البكرة زي ما اتفقنا لو كانت القوتين بينهم زاوية يبقى اتنين تي في كوزين الفة على اتنين يبقى اتنين في التي اللي انا جايبها 147000 في كوزين 60 على اتنين يعني كوزين 30 اللي هي قيمتها جزر 3 على اتنين وبضرب اتنين في 147000 جزر 3 على اتنين وبطلع احسبها بالانا الحسبة بتاعتي اللي هي هتطلع بتساوي 1 واربعة وسبعين من مية في جزر 3 بالنيوتن وكده نكون حبيبي قدرنا نخلص قانون نيوتن الثالث بجميع تطبيقاته وخدنا على كل تطبيق منهم مسألة وان شاء الله الحصة الجاية نخش في درس جديد غير قوانين نيوتن واستودعكم الله وان شاء الله نتقابل الحلقة القادمة في مادتنا العلوم الهندسية مع طلبة الصف الرابع تعليم صدعي اشتركوا في القناة